أهلا وسهلا ومرحبا بكم كيف حالكم إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال رجعت لكم بفيديو جديد وهذا الفيديو حبيت نشارك معكم روتيني يوم الانتخابات البلدية والولائية لأني بنات اللي هنا مثل ما راكم تشوفوا راني شاركتي الانتخابات يعني رحوا تمارس حقي يعني هكا حق من حقوقي وواجب من واجباتي إني أنت خبت يعني وبديت رأيي بالنسبة للبلدية أو كما يقولوا للولائي المهمة البلدية اللي هنا في طريقنا رح راح زوجي كما يقولوا المذبحات على الدواجين شالي دجاج واللي هنا أنا خرجتها البنات مثل ما راكم تشوفوا البصمة في يدي دليل وبرهان واللي هنا رأني مروحة البنات حاروح للداري نطيب العشان تعيي روتيني حاشيركم معكم مثل ما راكم تشوفوا هذا هو الدجاج الشاري بتقريب نقدر نقوله نصف نصر دجاجة وإلى المهمة كان في باليها كانوا بنتي دربوشة طعام الكوسكوس كل واحد يعني كيف هي سميها لحسب المنطقات الولايات تاع الوطن يعني أنا مهمة لبنت الدجاجة ذاني نحيل الجلدة تاعه بنتي أحبت شارك معاكم يعني أكيد الجزيرة كاملة تزت بهذا الخبر المؤسس والأليم يعني لتلك يعني المرأة المرحومة إنا لله وإنا إليه راجعون عزي جميع يعني الشعب الجزائرها تعتبر أختنا يعني اليتيمة يعني رب يرحمها إن شاء الله أظن اسمها عبلة من ولاية خنشلان ترحم عليها أي واحد وصل منها لها يترحم عليها إنا لله وإنا إليه راجعون رب يرحمها إن شاء الله ويسكنها في فساح جناته هو والملاك هذك اللي في بطنها لأنه توفات وهي قتلت ما نقوله توفات قتلت وهي في داخل يعني رحم منتحها جانين في شهر الثامن يعني كانت على وشك الولادة وكان بنات يعني عندها مجرد فقط ثامن أشهر من اللي زوجت يعني نقدروا نقوله عروسة ما زلت عروسة وتخدعت في عمرها كما نقوله بالهمية ويما لبنت أنا سمعت حكاية تحامليح وتابعتها وتأثرت بها جدا جدا اللي ما سمعتش يعني الحكاية تحارحة نحكيها لها ونقول لكم حذري يعني كما نقوله ما تديروش لامان ووحر زرواحكم وردوا بالكم وثاني ما تخليوش هكذا كما نقوله المشاكل هكذا تهربوا كما نقوله من المشاكل بما معناه يعني حبا نوصلكم فكرة ما تمنوش في لحظة الغضب لأنه أي إنسان قدر يدلكم في ذلك اللحظة الغضب أي شيء ما تكونش قدرة تخيلي يعني تكوني مثلا تتناقشي أنت وإنسانا ولا إنسان ولا تقولي هادرة أنا نتناقشه هادي لكن في ذلك اللحظة قدر يحضر الشيطان يعني في ذلك اللحظة قدر يحضر الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتصرى جريمة مثل ما راكم سمعتوا يعني واللي ما سمعتش نخبرها بهذه الأخت مثل ما قدرتكم منذ قليل تعخنش لا بسبب تافي إنها قالت لها عزوجتها من كلمة يعني كما نقوله احنا من كلمة نعودو في حاجة أخرى يعني قالت لها عزوجتها أخرجي معايا باش كما نقوله عندها زيارة وإلا هكذا قالت لها المرحومة قالت لها لا لا ما نخرش معاك عندي اشغالات يعني لحسب القول التي حانا سمعتها وهي تتكلم يعني في لحظات الأخيرة التي حار بيرحمها إن شاء الله ما قدرتش نحط الفيديو التي حار وما قدرتش نحط الصورة التي حار بصراحة قلبي ما يعطنيش واحترام الميت يعني لازم نحترم الميت أني ما نمستحيل أني نروج للصورة التي حار وإلا نعاد صورة التي حار وإلا كلامها يعني ضمير الإنساني ما يسمحليش نهائيا قلت لكم بنات قتلها عزوجتها أن نخرجوا قتلها المرحومة قتلها ليلة ما نخرجش عنديش غالات يعني رانا ما زال الصباح بكري عائرتها قتلها بالليراكي دايماً للبرة ومن نومنا المهم كلمة بكلمة والله الله أعلم يعني بما معناه المهم حتى ضربتها عزوجتها ضربتها لحسب قولها بمقلة للراس يعني بمقلة للراس وبمقلة للراس وبزوج كفوف يعني بคะ زوجة تيحا لما أظن زوجك فوفه هكذا الحسب قولها والله أعلم ضربها ثاني بزوج كفوف ووح زوجتها ضربتها بمقلة وهي تسكن في الطابق الثاني على حد القول يعني تيحا مرماتها من طابق ثاني كما نقولون منطقة دزتها بالعامية يعني إنا لله وإنا إليه يراجعون أنا قبل قلتكم من كلمة لكلمة لكن بصراحة أنا ما قدرش نحكم يا رب يرحمها إنا الله وإلا إليه يراجعون يعني نسحب هذه الكلمة ما نشعرف أنا إلى يعني قالت لها فقط هكذا يعني قالت لها أخرجي معي وسكتت وإلى يعني جوبت معها في الكلام يعني تحاوروا الله أعلم يعني القصة رحت معاها مع المتوفية وأكيد زوجتها يعني راها داخل ذكرها في سجن أكيد يعني لا محل رح تدي جزائها يعني أقصى عقوبة ورح يكلها الندم والحصرة ويا ليت ويا قاتل الروح وينتروح يعني أكيد ذكرها العديد من القصص بداخلها يعني أكيد الإيثان يندم لأخر 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 يديرونها قتل كما قولوا الغير معتمد نقوله ويلة دروا لها قتل غير معتمد 25 سنة كيوالو يعني تدي عمرها كامل في السجن بسبب ماذا؟ بسبب يعني قلت لها لماذا علواش أنا بنتي يعني رجعها لي بما معناها بنتها على حسب قولهم أنا مسمعتش من الجانية يعني بالفهم أنت يعني تسجيل تاحة وإلى لقاء انتحة بش الإنسان يعني يكون صارح يعني ما نقدرش نتكلم على إنسان لحسب قولهم يعني لحسب الشي اللي راه يتناول يعني في وسائل التواصل الاجتماعي قلت لها باللي عليها أنا نسايا يعني عليها أنا بناتي يعني بنتها طلقت كما بما معناه بنتها طلقتها كذا رجحها زوجها وإلا لكن سمعت المرحومة ربي يرحمها إن شاء الله إن الله وإن إليها رجعون قالت لها عليها أنا بناتي كبوهم رجع لهم بما معناه يعني شوية تاع الحسد والغيرة وكل شي ضمير يعني نفس البشرية سبحان الله تحكمت فيه هذا الشي يعني الإنسان هكما يخليش هكذا يعني الحقد والغيرة والحسد أنه يأثر عليها لهذه الدرجة أنه يقتل نفس البشرية مهما كان درجة الغضب مهما كان درجة الإنفعال مهما كان الإنسان ما يوصلش أنه لدرجة أنه يرمي إنسانة على نافذة نتاحة والشيء المؤسف أكثر من هذارها في بطنها ولا فرحة من تاحة ابن ابنها نقوله ما رحمتش لأم هذيك على الأقل تنظر إلى البطن بتاع يعني هذه زوجة بنها يعني تخاف الله فيها يعني تشوف بجانين سبحان الله نفس سيارة بين الروحين كما نقول ورحة في الثامن يعني نور مل مول الإنسان ما يخليش الأمور يعني توصل لهذه الدرجة من الإنفعال ومن يعني الإنسان ما يقدرش يتحكم فيه نفسه ومليح لنا حب نقول واحد الحاجة مليح أنه لما يكون في العائلة أكثر من فرد يعني هكذا مليح أنه يهديوا للرحمة مش يشوفوا زوج يتقابضوا وإلا يقدوا يتفرجوا يعجبهم الحال ولا يقدوا يحرشوا وإلا لا لا مليح أنهم يبقوا كما نقولوا يهديوا للرحمة مثلا على سبيل المثال أنه من المفروض هذوك البنات بنات الأم يعني من المفروض يحكموا يشدوا الأم من تاح ومليه يهديوها مش الناس تقعد تتفرج وإلا حتى جي ذيك اللحظة أنها تطيشها من التاقة يعني نور ملي يشوفوا أمهم وصلت لذيك الدرجة من الإنفعال هم يهديوها عليها مليحة الإنسانية يزرع الرحمة في قلوب الناس كابل كلمة طيبة قال يا أمي لا رحى رحى بالحامل هكذا بما معناه يعني مش الإنسان يخلي الأمور يعني يتوصل لهذه لهذه الأمور يعني وكما أقول إحنا يا قاتل يروح وين تروح يعني جزائتها رح تديه في الدنيا ورح تديه في الآخرة بصراحة شي لدارته ما يقبلوا لا عقل لا شرع يعني بصراحة ولجا البلد يعني كامل كامل رحى تهز يعني بهذا الخبر يعني مش ملف صراحة كذا دي الدرجة هكذا يعني بكري يقولوا تعالى مشاكل عائلية مشاكل أسارية مشاكل تعالى زوجة ولكنة لكن ما توصلش لدرجة القتل يعني بصراحة اللي هنا وصلت لواحد الحد بصراحة يعني الأقصى الحدود وصلت لدرجة القتل يعني بصراحة يعني لجا لها كذا حبا ننصح يعني سواء الكنة أو أو متزوج في زوج نقول لهم خليوا رحمة في قلوبكم وتحبوا فيما بعضاكم ومتخليوش المشاكل وإلا يعني هكذا هذو كل كما قلوا أمور نفسية هذي كل غيرة ومنها اللي تخلي أنها ترتكب جرائم كما هكترا جرائم كما هك على سبيل المثال الأم تغير من من زوجة الإبن انتاحها تحس بلي رهدتوا لها ومنها وثاني يعني الطرف الآخر يعني حبا بصفة عامة يعني متزوجات ومن نفسي يعني بصفة عامة ما شي أنا نقول بلي رأني ملاك طاح من السماوة إلا هكذا رأنا كامل النفس البشرية هذي المهمة البنت هذا هو الروتين تحيي مثل ما راكم تشوفوا لهنا بعد ما روحت منها الانتخابات درت الواجب بتاعي حضرت ذلك الكوسكوس يعني البربوشة وهذا المسكوت شو صلتنا لأعجابكم دمتم في رعايت الله وحفظه